دكتور عماد السؤال القادم لحضراتك هو يخص أزمة الكويت في نادي الزمالك وإقاف الكويت في نادي الزمالك هل نتكلم عن فترة كويت ممتدة لحد يوم 14 من هذا الشهر الشهر الجالي شهر سبتمبر وبعد كده الأمور هتتقفل هل نتكلم تقريباً في 10 يام أو 11 يوم على أقصى تقدير هل الزمالك في هذه الفترة يستطيع سد غرامات سبورت جنيشبونة وشنبونج ويقدر يتعايد مع لعبين جدد ويجدد للعبين ولا الأمور صعبة؟ الأمور صعبة صعبة الأمور صعبة ولكن مش مستحيلة طب إيه الحل؟ الحل أننا لازم نجد العون من كل يعني نحن نحاول نشوف المقررات المادية التي يمكن أن يكون متحصلات لناس الزمالك والحاجات التي يمكن جداً أن نستطيع أن نساعد بها لناس الزمالك حتى نستطيع أن نستطيع التاريخ هذا وبنعمل ذلك جاهدين نحاول بأقصى جهد ولكن لو وصلنا للتاريخ وما قدرناش نتحصل على هذه المتحصلات فنبأت منكم الصعب للغاية النجلة السلسية التي تتصير أعمال النادي بتعمل على مدار الساعة يمكن أن أتكلم حضرتك ونحن يومياً في النادي من الصبح الأكثر من 12 واحدة بالليل علشان خاطر نجد رعب الصدع ده مهم جداً أو نجد حل مهم جداً لهذه المشكلة بالذلك المشكلة دي مش في كرة القدم بس دي موجودة في ألعاب أخرى نحن عندنا في كرة اليد نحن مقيدين عشرة بس ونحن عاولين نوصل للعدل الصحيح ولكن هناك وقف للقيد لأسباب فنحن نحاول نزلها نعمل التصالات مع كل الاتحادات إنما يقاف الكرة القدم مع الفيفا فله بعض الإجراءات المرعية وفيتم التعامل فيها أولاً بأولاً صحيح طيب دكتور عماد هل تقبل أو توافق أو تدعو رجال أعمال زمالكوية أن يخش يدعموا في هذه الفترة والله هذا السؤال أولاً نادي الزمالك عريض جداً واللي بيقدم له إيده كمحب وكراغب إن الاستقرار في هذا النادي ده مش تبرع ده واجب غير إنه هو واجب هو شيء مش ضايع في الهواء لا إحنا بنقول إنه ده لو حصل هيبقى للصرف على ملف العين ولو صرف على ملف هو في القيد صرف على مستحقات لدى من زمالك اللي لدى بعض الاتحادات هو ده مش هيتم بصير التبارع ولا زمالك دي بيدي إيده عشان لا خاص لا زمالك له خضرة كبيرة جداً جداً على الوقوف على رجلهم الله تانية بتضافوا رجوع كلها رجال أعمال أعمال جمعية العمومية أنا عاوز أقول لحضارك أستاذ كليم حاجة مهمة نفتح باب الترشيح بعد بكرة الناس اللي هتقدموا للترشح هم عارفين هم داخلين يترشحوا اللي كيان بيشعر بإيه الآن كيان خلال الفترة الجاية يوم 21 يوم 21 أكتوبر لما يبقوا مجلس إدارة قاعد بيستلم مننا المهمة والمهمة دي الخمسة وخمسين يوم هتبقى بالحرص ايه اللي حصل وايه اللي تمه وايه الإجراءات والناجي بتسلمينه ازاي عشان يكملوا هذه المسيرة في ظل أزمة غير مصبوقة في أي حد صحيح أزمة كبيرة جدا طيب هل تتوقع دكتور عماد أو بلاش تتوقع هل تخشى وانت تدير نادي الزمالك في هذه الفترة ان بعض الرجال الأعمال اللي ربما يتقدموا بالترشح لنادي الزمالك يلعبوا بورقة الدعم الدعم للنادي في هذه الظروف الصعبة للفوز في هذه الانتخابات واتمنى سؤالي يكون واضح لحضرتك هو السؤال واضح جدا وحساس جدا ودي جاب عليه صعبة جدا صعبة فأنا بقول أن دي قدم يد المساعدة مش يعني مش يعني أقول مش سبيل للفوز لأن ده هيتم بسرق بتتعلق بمحبتهم للنادي ورغبتهم في النرافة على الجليل لأن فيه توقفات بتحكمن كما حضرتك قول صحيح فيه توقفات قبل عملية الانتخاب ومحاولة المساعدة بتيجي أولا يعني أنا مش عارف أرد بالرد اللبيب بالإشارة ليفهمه صحيح عمومية أننا بنقدي دورنا الوطني والإيجابي تجاه نادي الزمالك عظيم جدا طيب عايز أكلب حلالك تحديدا في موضوع زيزو بنسبة مقاوية يا فندم بنسبة كان في المية زيزو مستمر مع نادي الزمالك أحنا شغالين في الموضوع زيزو وفتوح مع بعض لأنه موضوع متشابه ونفس الموضوع بجد وفي اجتهاد شديد جدا جدا أقوال كتيرة بتقول فيه تواصل هو التواصل بيتم مع المدير الفني والكابتن عبد الواحد السيد وبكرة عندنا جلسة عشان نعرف اللاعبين هيبقوا بوقفهم بإيه مع النادي بحيث أن احنا نقدر نفك هذه الأزمة إن شاء الله بس انت متفائل بحال الأزمة ولا احنا ممكن نشوف زيزو مش موجود في نادي الزمالك الموسم القادم زيزو تحديدا أنا لا أتمنى هذا التصور أبدا لأن احنا بنبتغي النجاح ونبتغي حس اللاعب ومش بس كده وإن احنا نقدر نؤدي هو يعني أكيد شيئين إذا احنا بنعمل إيه كلجنة مؤقتة عشان فهم هيقفوا معنا لأن برد لي مش آخر الدنيا يعني احنا عارضين نادي الزمالك وهم محبين نادي الزمالك ولهم ولا كبير نادي الزمالك ولهم ولا غير عادي للفريق الأول فأعتقد أن المسألة هيبقى فيها نوع من التناغم بين إجراءات اللجنة ويزيزو فتوح عارض نادي الشباب ليزيزو مازال قايم ولا أغلق هذا العرض ما جنناش لغاية دلوقتي إنما هو هيبقى موجود كل الأمور المتعلقة في اللاعبين بتبقى مع الكبتاء الواحد السيد والمدير العامل المدير الفني الأجنبي ففعلاً دي بعيدة عن إجراءاتنا حالياً يعني ما جنناش حاجة من هذا القدر ما فيش طيب دكتور عماد فيما يخص كلامة آل عن رغبتك أو رغبة اللجنة في تقصيد غرامة كهرابا هل الكلام ده صحيح؟ لم يارد ولم يناقش ومش معقولة أبداً في هذا الموقف وأنا عندي استحقاق بالنادي أفضل فيه بصورة من الصغر ولا بالتقصيد ولا بالعبف ولا بأي حاجة تانية المستحقات لنادي الزمالك هتسد ملابسه مهمة جداً جداً المبالغ ومصلحة النادي أن المبالغ دي تخش خزينة النادي عظيم جداً